اشتركوا في القناة وقالت مصادر ان هدار توفي بسبب رصاص قناص حوسي في جبهة الحد اثناء تفقده لجبهات الامامية ويعد القائد هدار من ابرز القيادات العسكرية الجنوبية الذي كان له دور بارس في حرب تحرير عدن والساحل الغربي وتطهير عدن ولحج من عناصر القاعدة وفات قائد اللواء رابع دعم واسناد الشوحتي بجبهة يفع الحدودية مع البيضاء توفي اسرى اصابته برصاص قناص حوسي بجبهة الحد كانت ميليشية الحوسي استهدفت قبل يومين بالقزائف مدفعية منازل المواطنين في الحد من مناطق سيطرتهم في البيضاء ان لله وان اليه وراجعون اعزائي المتابعين بكده وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بامان الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة